بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخوتي على عزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة تتميز الأحجار الكريمة وشبهي الكريمة بخواص بصرية فريدة ناجمة عن طبيعة بنيتها البلورية الناجمة عن تبلور المعادن تحت درجات حرارة عالية وضغوط هائلة لتشكيل بنية فريدة أعطت الأحجار الكريمة وشبهي الكريمة هذه التداخلات اللونية واللمعانات الرائعة لذلك فإن كل هذا جعل الإنسان مأخوذا بسحر هذه الأحجار ودفعه لإقتنائها للتزيين بها ولغيرها من الأسباب وهذا ما دفع بأسعارها لأن تكون مرتفعة على طول الزمان وذلك منذ القدام وحتى الآن ولكن كما نعرف كل شيء له جوانب إيجابية وجوانب مظلمة وهناك جوانب مظلمة للأحجار الكريمة ناجمة عن أمرين الأمر الأول هو الجانب المظلم الناجم عن بنية الأحجار الكريمة وطبيعة بنيتها والمعادن المشكلة لها هذا يمكن أن يعطي الأحجار الكريمة سمية معينة أو نشاطا إشعاعيا مضرا بالإنسان كما أن هناك جوانب مظلمة أخرى تتعلق بطبيعة تعامل الإنسان مع الأحجار الكريمة في هذا الفيديو سأحدثكم عن الجانب المظلم الأول للأحجار الكريمة وهو الطبيعة البنيوية للأحجار الكريمة التي يمكن أن تكون سببا للإضرار بالإنسان أو تسبب سمية للإنسان لذلك سنتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل بإذن الله عز وجل جميع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة يمكن أن يكون لغبارها الناجم عن سقلها سمية للجهاز التنفسي والعينين وذلك لأنها تحتوي على معدن السيلكة الذي يمكن أن يسبب ضررا وأذى للجهاز التنفسي والعينين لذلك يجب وضع كمامات ونظارات واقية عند سقل الأحجار الكريمة وشبه الكريمة وذلك للوقاية من تأثير غبارها على الجهاز التنفسي والعينين وهذا الحديث يشمل جميع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة ويعد التعامل العادي باللمس أو الارتداء أو التداول لمعظم الأحجار الكريمة وشبه الكريمة آمنا لا ضرر منه إلا أن خطورة غبار الأحجار الكريمة عند السقل يزداد في بعض الأحجار عن غيرها وذلك لاحتوائها على معادن أخرى ضرر غير السيلكة ومنها الألمنيوم والنيكل والحديد والنحاس وغيرها مثال على ذلك أحجار الياقوت والزفير والأليكزاندريت والتوباز وأحجار الغارنيت والتورمالين والأندلوسايت وأحجار البيريل بأنواعها كالأكوامارين والزمرود والزمرود الأحمر وأحجار الهيماتيت التي تحوي على أكاسيد الحديد لذلك يجب التعامل بحذر أكبر مع غبار هذه الأحجار عند سقلها وتشكيلها كما أن هناك أحجارا خطورة غبارها عند السقل أكبر من ذلك وهي الأحجار التي تحوي في بنيتها على الأسبستوس والأسبستوس معدن يمكن أن يسبب السرطان ومن هذه الأحجار نذكر الأستينوليت والبورسيت وأحجار عين النمر كما أن هناك أحجارا أخرى سمية غبارها أعلى وضرر غبارها أعلى لاحتوائها على معدن الزنك الضار ومنها حجار السميث سونايت والإيوداليت كما أن هناك أحجارا أشد سمية ينبغي التعامل معها بحذر عند ارتدائها ولمسها ناهيكة عن خطورة غبارها وهي أحجار تحوي معادن سام ماك الرصاص السام ومنها الفانادينيت والفوسجينيت والميميتيت والنياريت والإيكانيت والسيروسيت والأنجليسيت وهناك حجر أخطر من كل ما تقدم ينبغي الحذر بشكل أكبر عند التعامل معه لاحتوائه على معدن الزئبق السام وهو حجر السينابار إلا أن أخطر الأحجار هي أحجار فلزات المعادن المشعة كاليورانيوم والراديوم المشعة وغيرها من الأحجار المشعة لذلك يجب عدم الاقتراب منها وعدم التعامل بها كما ينبغي الحذر من جمع الأحجار الكريمة بالقرب من مناطق تواجد فلزات المعادن المشعة لأن هذه الأحجار يمكن أن تحوي ذرات من بعض المعادن المشعة عندما تكون قريبة من مناطق تواجد فلزاتها إذن يمكن التعامل مع معظم الأحجار الكريمة وشبه الكريمة بشكل آمن إلا بعض الأحجار التي تحوي معادن سامة كالزينك والأسبيستوس والرصاص والزئبق والتي ذكرتها آنفا لكم بشكل عام يجب التعامل بحذر مع جميع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة عند صقلها وذلك لخطورة غبارها على الجهاز التنفسي والعينين وذلك يتطلب ارتداء كمامات ونظارات عند صقل الأحجار الكريمة في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله عز وجل دمتم بخير وصحة وعافية من الله عز وجل ورزقكم الله رزقا حلالا طيبا مباركا بأمان الله وحفظه أستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته